مرحبا عزائل المتابعي قناة بلنبيعون عربية طبعا كثير يستعملون تطبيق ويتشات وهذا التطبيق كل الش يفيد يستعمل أيضا كأنه بطاقة بنقية بالصين مرحبا عزائل المتابعي تطبيق الويتشات تطبيق مهم يستعملوا كثير بالصين وتطبيق اتصال والالعاب يستخدمون فممكن أن تستخدمها لكثير شuz ايضا للتعارف فاذا عندك حساب قديم وضاع الرقم او انت نسيت الرقم انكسر او نسيت ذبيت الرقم وبقى عندك التطبيق شغال فكيف راح نحول الرقم الجديد الى تطبيق ويتشات فتابعوني للاخير ان شاء الله شغلة كل سهلة بس قبل ما ابدي لا تنسوني باشتراك و لايك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد من عندي وتاخذون كل شي حاضر ومحضر بسرعة ولا تعبون ولا يضيع وقتكم بلاش اول شي راح ندخل على الويشات طبعا مثل ما قلت انه مو واحد ذاب يعني مقلغ التطبيق اللي دي فعلا لا التطبيق لازم يكون شغال وعلى فكرة اي واحد يحتاج رمز كود مال التفعيل QR يدخل علي واني اساعده بي و اكون يعني من عيوني فندخل على تطبيق الويشات بعد ما دخلنا على تطبيق الويشات ننتظره الى ان يخلص هذا جال الاتصال يكمل يلا تدخل هسا بعد ما كمل نروح على انا ندخل على الاعدادات ندخل على حسابي ندخل على هذا الرقم هذا الرقم انا ما اريده فتحميل تغيير المحمول فاني اقول للمانيا المحمول راح انطي الرقم الجديد اللي انا عندي ادخل على رقم المحمول تعرفون احنا بالمانيا نشتري ارقام صلاحية هجار وانذبها تكون كلش رخيصة فانذبها ونشتري غيرها وهكذا والارقام الثابتة اللي نستعملها بالدولة هاي تبقى ويانا يعني بس يعني انا استخدم هاي الارقام حتى كل شهر ابدل واجري عليها تجارب فخلوكم وياي فالمنطقة المانيا دخلت الرقم التالي راح يدز رمز التحقيق فراح انتظر اروح على هنا رمز التحقيق عندي اجتني رسالة اعتقد رمز التحقيق ناخذ لنسخ ونبقي هنا هذا رمز التحقيق اوكي هسه ارسال هسه بعد ما كمل متبدل وهنا تحميل جهات الاتصال فانروح على هسه صار عندنا الرقم الجديد وهنا تقدر تعين كلمة المرور وجهات الاتصال فهذا رجع انا رقمي الاصدار ثمانية صفر خمسطعش ندخل على حسابي من جديد هذا الرقم الجديد اللي انا دخلته فتقدر كل ما تشتري انت رقم تقدر تسوي هاي الحالة اوكي اتمنى استفاديته ولا تنسوني باشتراك ولايك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل شي جديد عندي هذا انا اول واحد اسوي وراح اسوي لكل التطبيقات واي شي عدكم اي سؤال او استفسار كتبوه بالرسائل اكيد القي لكم ان شاء الله حل عليها بس ادعموني بمشاهدة الفيديوهات السابقة حتى تصعد مشاهداتي شكرا لكم مع الف سلام شكرا لكم